لسه أثار مصر القديمة ما كشفتش كل أسرارها كتير مننا لسه بيعود يفكر كده يا تارا معجزاتهم العلمية دي هتقدر تخلص إمتى وقدروا يوصلوا لكل حاجات دي ازاي من ألاف السنين وإحنا لسه قاعدين بكل تكنولوجيا عاملين كل شوية نكتشف حاجات جديدة هم ما اكتشفوها يعني مثلا فيه سؤال ظهر مؤخرا بيقول ازاي قدر المصريين لقدماء انهم يتغلبوا على ارتفاع درجة حرارة الجو من ألاف السنين هو الجو أصلا كان حر قوي كده وكانوا بيعرفوا يتصرفوا في دي برضو نقطة مهمة نعرفها طبعا كل هذه التفاصيل والسؤال الهم ازاي قدروا فعلا انهم يواجهوا حرارة التقص عن طريق بعض التقوص الحياتية اليومية خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور خالد سعد المتخصص في الأثار المصرية اللي منورنا سبع الخير يا دكتور سبع النور يا فندم يا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك ازاي استطاع القدماء المصريين ان هما يتغلبوا على الارتفاع في درجات الحرارة وزي ما كانت مننا بتقول هل فعلا كان زمان في درجات حرارة مرتفعة؟ طبعا كلام ده من حوالي عشر تلاف سنة حصل نوع من أنواع التغير المناخي في منطقة السعر الغربية لأن الإنسان المصري كان عايش معظمه في منطقة السعر الغربية لما حصل نوع من أنواع التغير المناخي ابتدى يتجه في اتجاه ودي النيل ولما اتجه ناحية ودي النيل للمناخ طبعا المؤتدل استقر بجوار ودي النيل وكون مجموعة الحضارات البدائية لحضارة المعادي والبداري وديرتاسة ونقادة ومرمدة بني سلامة وغيره طبعا بيحصل كل فترة من الفترات نوع من أنواع التغير المناخي طبعا المصر القديم كان عنده حاجة خاصة بالفلك اللي هي أنه يعمل الأجندة الفلكية مرتبطة بالأجرام السماوية ومرتبطة بالمناخ أو بفايدان النيل وبالتالي قدر يعمل الشهور بتاعت السنة مرتبطة بالزراعة فعنده شهور متصلة بشهر الصيف وشهور الصيف وعنده شهور متصلة بالنماء والحصاد وعنده شهور متصلة بالجفاف وبالتالي في كل نوع من أنواع التغيرات المناخية كان بيبقى فيه نوع من أنواع اللي نسميه الممارسات الحياتية التي تتناسب مع التقص أو مع الجو وظهر المصر القديم في الجداريات بملامح مختلفة طبعا ظهوره في مثلا الأعمال الحياتية أو اليومية زي ظروف أعمال الحقل وخلافه بيظهر باللون الشبه غامق أو النحاسي نظراً لسطوع إشارة الشمس على جسمه وكانت الرجال دايماً بتتسم بأن جسمها الجزء الأعلى بيبقى جزء عاري لسهولة الحركة أما بالنسبة للسيدات فكنا يرتدين الكتان الأبيض وده برضو يتناسب مع طبيعة البشرة المختلفة من الرجل إلى السيد الشيء الآخر أن المصر القديم ميز ما بين من يقوم بممارسة التقوص داخل المباني المغلقة وما بين الذين يمارسون تقوصهم الحياتية في الأماكن المفتوحة وبالتالي من يمارس حياته في الأماكن المفتوحة زي الحقول وزي الورش وخلافه كان بيتسم باللون الغامق وكان أحياناً بيبقى كسيف الشعر وظهر كثير من التمثيل واللوحات بيظهر الراجل أو السيدة بيرتدي بروكة البروكة دي بيتم تغييرها وده بيدل على نوع من أنواع تصفيف الشعر أما من يعمل داخل الأماكن المغلقة زي المعابد فكانوا بيبقوا حليقي الرأس أيضاً المصر القديم استخدم أنواع كتير جداً من أعمال التطهير أو أعمال النظافة الشخصية والنظافة الشخصية كانت بتمارس داخل المعابد عن طريق البحيرة المقدسة وداخل البيوت عن طريق الاستحمام والتصفيف لدرجة أن نحن عندنا مثلاً تمثال في سويسرا لسيدة مصرية اسمها فيرونا هي من علمت الأوروبيين النظافة والتمثال ده موجود في ميدان بازل واللي سيدة مصرية ترتدج الباب المصري وتمسك في يدها مشت وإناء ومن أقدم التماثيل الموجودة في الحضارات القديمة تمثال بيرجع للدولة الأديمة لسيدة بتقوم بتصفيف شعر ابنتها فده دليل على أن المصر الأديم كان بيعتني بالنظافة الشخصية وبالتاني بيهتم جداً بفكرة التعامل مع التغيرات المناخية أو تغيرات الجو وعشان كده بنلاقي الكتان الأبيض اللي بيعكس حرارة الجو السيدات كانت بترتديه بس أنا مش عارفة بقى كان فيه وقتها أي نوع تاني من الملبوسات بترتديه السيدات غير الكتان الأبيض أو كان الكتان بيتم صباغته ولا كانوا بيعتمدوا لون الأبيض فقط أولاً صباغة النسيج دي تعرفت منذ الدولة الأديمة وعندنا مناظر موجودة في مقبرة ميرولوكا وفي مقبرة الأخوين في منطقة سقارة لكن الكتان الأبيض هو النسيج الوحيد الذي يعطي للجسم نوع من أنواع الرطابة يعني يمتص درجة الحرارة وبيعكس درجة إشعة الشمس إلى درجة كبيرة المصر القديم كمان كل التكنولوجيا اللي احنا بنسمحها حديثاً عن مرتبات الجسم وعن الكريمات اللي احنا بنسمحها زي مثلاً الكريمات العكسة لأشعة الشمس وخلافه المصر القديم كان عنده منذ الدولة القديمة عنده مصانع للأطور ومصانع للكريمات كان بيستخدمها كنوع من أنواع الدهنات المرتبة للجسم لدرجة أن السيدات كنا يظهرنا في الحفلات وهم يضعون أقماعاً من الدهون الأطرية فوق رؤوسهن حتى إذا زادت درجة حرارة الغرفة هذه الأقماع بتعمل نوع من أنواع الرائحة العطرة في الجو وده يدل على أن المصر القديم الحد كبير تفهم اختلاف درجات الحرارة وتعامل مع اختلاف درجات الحرارة من حيث المصنع اللي هو بيكون بتصنيعه من الظهور ومن العطور ومن ناحية الملابس طيب وحضرتك بتتكلم وبتقول عن الرجال دايماً ملابسهم كانوا قراط الصدر وبيلبسوا في الجزء السفلي فقط هل ده معنى أنه كانش فيه شتا؟ يعني غالبية النقوش اللي بنشوفها على الجداريات وكل ما جاء عن المصر القديم كان كل الرسومات بهذا الشكل لا هو احنا عندنا مناظر وعندنا دكتور فتحي من اسكندرية كان من ناقش رسالة الدكتورة بتاعته في الملابس وإحنا عندنا ملابس شتوية كتير جداً بس عدد ظهور الملابس الشتوية في المناظر كان أقل لأن عدد ظهور أيام الشتاة بالنسبة لنا هما تلات تشهر من جمالي 12 شهر فإحنا الإجمالي عندنا الأكبر هو التسعة تشهر فظهور الإنسان في التسعة تشهر كان أكبر من ظهور الإنسان في التلات تشهر وبالتالي المناظر الملابس الصيفية هي أكثر انتشاراً من ظهور الملابس الشتوية طيب كانوا بيأكلوا إيه وقت الحر عشان ما يحسوش أن الجو حر زيادة لا إحنا لو دخلنا في الموضوع ده هنخش فيه التكنولوجيا الغذاء الصحي ولم توجد حضارة في الكون عندها فهم للقيمة الغذائية للمنتج الغذائي زي المصرين القدمان وحندي على سبيل المثال لأن المصر القدم ما كانش بياكل أكل يتناسب مع درجات الحرارة فقط ده كان بياكل أكل يتناسب مع الصحة العامة ومع الضغط الجوي ارتفاع الضغط يعني المصر القدم كان بيصرف للعمال اللي بيقوموا ببناء الهرم التوم والبصل وثابت أن التوم والبصل بيساعد على زيادة نسبة الأكسجين في الرئة فالناس اللي بتشتغل في المناطق العالية بيصرف لهم توم وبصل نحن قاعدين نفكر أنه بس ناتشر الأنتبيواتيك ومضادة حيوي طبيعي وفقط لغير لكن لا ده بيعمل إيه بقى؟ ده ده سأنتفك بابليكيشن الجديد اللي هو بتقوم عليه مراكز الأبحاث الغذائية اللي بتثبت يوم بعد يوم أن المصر القديم كان عنده إدراك تام بنوع المنتج الغذائي الصحي وكل نوع ده عنده 42 نوع من المخبوزات الصحية يعني فيه نوع من الخبز بالأمه وخبز بالحلبة وخبز بالشعير وخبز بالبردي تخيلي التصنيف كان بيأكل جلوتين فري بقى يعني تخيلي حضرتك التصنيف ده دي حاجة هيلة جدا طبعا طبعا الشيء الآخر أنه كان عنده نوع من أنواع الحبوب لعلاج الضعف العام وعنده نوع من أنواع المشروبات لعلاج مثلا أمراض المعدة لدرجة أنه عندنا بردية اسمها بردية هارس فيها ربعمائة وعشرين تشخيص مرضي يعني الأطفال حتى إحنا دلوقتي بنستخدم نفس الأسابيع المصرية القديمة الطفل اللي عندما يولد بيشعر كثيرا بالمغص فبيصرق إحنا بنوصف ليه الينسون والكراوية المصر القديم كان بيعمل كده المصر القديم كان بيعالج أمراض مثلا النظر بماء البصل كان بيعالج مثلا شمع الأذن بماء البصل الدافئ كل ده مضادات حيوية حاليا ما تقوم بيه من تصنيع الأدوية في شركات الأدوية العالمية ما هو إلا إكترار للحضارة المصرية بمنتجاتها طيب دكتور إحنا دلوقتي وإحنا بنبني البيوت بنحاول نستخدم بعض المواد اللي ممكن تعزل شوية أشعة الشمس فتقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة داخل المنزل بقى نستخدم بعض العوازل مثلا على الأسطح أو كده هل قديما كان ده معروف؟ طيب أنا عايز أقول لحضرتك أنه أنت ليه ما بنحسي أن عدد المساكن اللي موجودة في الحضارة المصرية قليلة يعني إحنا عندنا الكم الأكبر من الأصار هي عبارة عن معابد ومقابر ليه المساكن بتاعت المصريين قدماء عددها قليلة لأنه كان بيبني من مادة قابلة للتجديد يعني إيه بيبني من الطين فلما بيحصل الفيضان بيحصل شوية تعديل لزيادة منسوب الأرض فبيقوم يعمل إعادة للبناء مرة أخر فمعنى كده أنه بيبني بيته تقريبا كل سنة فمعنى كده البناء بالطين هو بناء صحي ألف في المية مش مئة في المئة ألف في المية فيه فرق بقى ما بين البناء بالطين في وادي النيل والبناء بالكرشيف في الظاهير الصحراوي وده تكنولوجيا اسمها تكنولوجية الردة إلى المباني البيئية يعني الاسر القديم أسم طريقة البناء حسب الموقع الجمهورافي طبعا دلوقتي عندك واحد من أحسن عشر فنادق في العالم فندق مصري مبني بالكرشيف في سيوة وهو الملح والرمل والجير ما أنا كده أن المصري القديم فاهم للمنتج البيئي اللي هيبني بي جزء الثاني المدينة الأتونية اللي تم الكشف عنها ما هي مبنية من قوالب التين المخلوطة بالقش والغاية فترة 50-60 سنة كانت بيوتنا في الأرياف برضو مبنية بالتوب المبنية بالقش الحاجة الغير كده أنه كان فيه حاجة أسمعها مصائد الهواء يعني إيه مصائد الهواء تحريك الهواء داخل المنزل دون اللجوء إلى وسائل الحديثة لإنتاج الهواء أو للترتيب أو لغيره الحاجة الرابعة كان فيه حاجة أسمها المباني الأسطوانية أو المقبية اللي هي بتضيف إلى المنزل جزء من الرطوبة يعني بتطفي على أجزاء من المنزل جزء من الرطوبة ففي شدة الحرارة تجد أن الأسقف المقبية بتعمل نوع من أنواع الرطوبة أو الدرجة البرودة داخل المنزل تختلف عن الأسطح المسطحة اللي هي بتبقى درجة الحرارة مباشرة عليها أو بشكل مباشر فبتسيب درجة حرارة عليها في البيت ده كل ده تفهم المصر القديم لنوعية العمارة وإحنا أحسن دولة في الكون في العمارة لدرجة أن الجمعية الدولية للعمارة اللي موجودة في بريطانيا مصنفة مصر أحسن دولة في العمارة القديمة أنت عندك العمارة الدائرية منذ أصول ما قبل التاريخ عندك عمارة الأهرامات أكمل عمارة موجودة في العالم عندك أجمل عمارة قبتية في العالم أجمل عمارة إسلامية في العالم أجمل عمارة حديثة ومعاصرة في العالم أنت مش محتاجة أكتر من كده المعماري المصري طول عمره مبدع في استخدام الماتيريا للطبعية أو المواد أو الخماية الطبعية في زيادة نسبة الصحة لساكني هذا العقار هل كانوا بيستخدموا هوايات طيب؟ يعني احنا كنا نشوف على جدران المعابد مثلا استخدام الهوايات للملوك لا هو كان أولا نوع من أنواع الرمزية يعني الملك لازم يظهر بمجموعة من الخدم وده نوع من أنواع الرمزية زي مثلا الصولاجان زي العصايا وخلافه لكن المصري الأديم كل العمارة الموجودة سواء العمارة الجنائزية أو العمارة السكنية كان فيها حساب لنسبة دوران الهواء أو تخلل الهواء ما بين أجزاء المبنى المعماري لزيادة الصحة العامة يعني المصري الأديم كان عمره كان حتى بيقاص العمر من خلال العمارة العمر بتاعه كان مختلف وحتى كمان لما كان بيقوم بعملية الدفن لموتها كان بيدفن في أماكن بعيدة حتى لم يترك شيء للصدق بالزبط كل شكرا لحضرتك دكتور خالد سعد أستاذ العصار شكرا جزيلا نفاندت تام رقم